إكس بريسنج ريزولت سو سو ذات ستش ستش ذات انوف تو لو انت حاس ان القاعدة دي هتسهلة لكن فيه حاجات بتلغبط فيها هركزلك النهاردة على الحاجات اللي بتلغبط فيها ووفرقلك بين الصفة والحال مستخدمته ولو انت حاس ان القاعدة دي عامللك مشكلة كبيرة يبقى ان شاء الله المشكلة دي هتتحلل النهاردة صدقني الفيديو ده هتستفيد منه كتير النهاردة خليك معانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد العبد من دروس تعليمية اونلاين مرحبا بكم احباء اناتوا الله بالسنوية العامة طبعا ما تنساش تعملين لايك ولو عندك استفسار تكتبه في كومنت اسفل الفيديو وتشار الفيديو لأصدقائك علشان يستفيدهم وطبعا لو ما تشاركش في القناة تشاركنا طبعا بالاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان ينسلك باقي الوحدات والمراجعات ان شاء الله هنتكلم النهاردة على طبعا اول حاجة عندنا هنكلم في ناخد الاول اول حاجة هنكلم النهاردة على ناخد الاول ايه كلمة معاناها ايه كلمة معاناها الى هذا الحد او الى تلك الدرجة او هكذا دي المعاني بتاعت ايه كلمة الصوت طبعا بيجي وراها ايه اما صفة ايه اما ظرف طيب نشوف الامثلة كده انا لم اتوقع انك تكون مريض الى هذه الدرجة ايه انا صويل لا يجب ان تتحدث بصوت عالي طيب she apologized for arriving so late for the meeting ايه اعتذرت انها وصلك متأخرة so late for the meeting انا مرة هنا في الاول هنا جبت ايه اول مرة هنا جبت الصفة طيب في المرة الثانية جبت حال طبعا ايه انت اجيب الحال وانت اجيب الصفة خلي بالكم الصفة لا مكانين الصفة ممكن تيجي قابل الاسم او تيجي بعد الفيرب توبي فعل المساعد يعني ممكن اقول مثلا ايه مثلا good boy جبت صفة قابل كلمة boy ممكن اقول ايه هنا كلمة good جبت بعد ايه نفس اللي جاعدنا هنا وعندنا برضو we were so prepared to see him so angry هنا بكلمة angry وصفت مين وصفت الشخص ده فممكن تيجي الصفة بعد الفيرب توبي او ممكن تيجي قابل الاسم عشان توصفه قمال الحال بقى الادفيرب الحال بقى بيجي بعد الفيرب لانه بيصفه لان تعريف الحال او الظرف الظرف ده الوالادفيرب بيصف الفيرب الوقتي بعد هنا اقول لي لا يجب ان تتحدث بصوت عالي هتلاحظ ان الحال في ترجمته كده لايه في حرف الب بصوت عالي طيب هي اعتذرت ان ايه انها وصلت ايه متاخرة هل هنا كلمة late بتوصف الشخص ورا توصف الفعل لا هنا ده دي هات حال بتوصف الفعل لا طب ازاي طب مش هنا الحال في كلمة loud تمام طب هنا الحال مفيش الواي ليه ما هو مش كل الاحوال بفعل الواي في عندنا حالات شازة بنجد ان الصفة بنفس الحال اللي اثنين مفهمش الواي زي ايه مثلا هكتبالك علي منها زي كلمة fast hard right wrong late early عشان ما تنساهمش انت عندك fast word بعد كده الاربعة تانين فيه اتنين عكسة بعض right عكسها wrong و late عكسها early الاربعة دول او الستة دول الصفة وحال في نفس الوقت بس انت توظفها في التوظيف المناسب حسب لايه نجمع الفيديو بتاع النهار الصفة والحال الصفة تصف الاسم بتاتي قبله او ممكن تيجي بعد فربته بيه والحال يصف الفعل بيأتي بعده وبيقى في الواي او مفيش حسب الكلام نجي بعد كده بقى so that جدا لدرجة ان طيب بتستخدم الصفة او ظرف بين so that يعني النقط ديت بنحط على ايه ايه ما ظرف ايه ما صفة بمعنى ايه جدا لدرجة ان so صفة that بجملة كاملة نشوف احمد is so clever that he always comes first هنلاحظنا ان so with that جاي بينهم ايه الصفة يعني احمد ماهر جدا لدرجة انه هو دايما بيطلع الاول طيب رودينة is so helpful that she can do everything alone يعني رودينة متعاونة جدا لدرجة انها تقدر تعمل كل حاجة ايه لنفسها بنفسها يعني يعني نجمع بكلمة helpful كصفة بين so that طيب هل ينفع اجيب ظرف بنصو ذات ممكن ينقول مثلا ايه havely that يعني الجاوب يمتر بغزارة لدرجة ان الشارع كلها عاملة زي الانهار قابل هنا havely يعني تمتر بغزارة طيب the boys were talking so loudly that their father found difficult to sleep يعني لو لا بيكلم بصوت عالي لدرجة ان باباهم بيجد صعوبة في النوم طيب انا دولة تكلفة تشوز مثلا اقول لي اتريند في المثال ده هوت اتريند so heavy هتقول لي هفلي مع عشان ما اكتبه قدامك طب اختر ازاي في الوقت ده انت ببص الاول تشوف اللي جايلك صفة ولا حال هنا اللي عايز اوصف اتريند الفعل انا بوصف هنا في الجملة ديت الفعل وان ان الحال بيوصف للفعل عشان كده بقول ايه هفلي اخترع عشان كلمة ايه طيب لو جاب لي الصفة جاب لي الشخص هو جاب لي طيب ما هو بيجي بعده الصفة تمام يبقى احمد از يبقى كليفر جاي عشان ايه عشان احمد يبقى انا اجبنا ايه الصفة تمام نيجي بعد كده لساتش وساتش ذات هنبدأ لقول بكلمة ايه بكلمة ساتش الى هذا الحد او الى حد كبير او مثل هذا او هكده طبعا هنا كلمة ساتش لما يجي وراها بيجي بتيجي قبل الصفة وبيجي قبلها يتبعها اسم مفرد ازاي ساتش اه وان وبعد الصفة وبعد الصفة بيجي اسم مفرد معدود هكلم بكلمة اسم غري معدود واسم جميع المعدود الاول يعني قدر عده يعني عدد اي ام very happy to have such a kind father انا سعين جدا ان انا عندي مثل هذا الابل ايه الطيب تمام او ايه او هكدر ايه الابل طيب طيب اه وغد صفة وغد ايه الاسم المعدود طب ممكن تيجي في اول جملة ممكن يعني مثل هذا الرجل العجوز يعني الكبير في السن ومست جيت ان افكر يجب انه ياخد ايه عناية صحية كافية يبين انا ساتش جات في الاول ممكن تجي في نص جملة سواء جات في الاول او في نص جملة جي بعدها ا ا او ان وغد صفة وغد ايه الاسم طب انا قال لي ايه ان كان بدأ بصوت ساكل طب هنا قال لي ان ليه عشان ان هنا جاي بعدها صفة بدأ بيه بصوت متحرك تستخدم ساتش قبل صفة يتبعها اسم جمعة واسم لا بعد ساتش جاي بصفة هنا جاي باسم غير معدود جاي باسم لايه الجمعة بل هنا هنا اه اهو مستحيل هو غير محظوظ انه عنده مثل هؤلاء الجيران المزعجين اللي ما جبش هنا او ان ليه ما احنا قلنا او او ان جاي قبل الاسم المفرد والاسم المعدود ما لأيه نجبش او ان ليه عشان كلمة نيبرز هنا ايه هنا ده اسم جمع فنجبش او ان طب يعني مستحيل اشرب مثل هذة المياه الغرنقية برضو ما جبش او ان لان هنا كمية والكميات ما بيجيش قبلها ولا ا ولا ا يبقى هنا ايه ساتش جايب صفة وجايب ايه اسم كمية نيجي بعد كده لساتش زات ساتش زات هنا بقول لي تستخدم صفة يطبعها اسم مفرد بين ساتش وزات مش بعد ساتش زي مولنا من شوية عشان فيجينا كلمة زات اجرب برضو ايه ا ونفس الفكرة اللي في التقريبون بالزبط بس بجيبهم بين ساتش وزات ساتش ا وان صفة اسم مفرد معدود واجب زات احمد الساتش اهل بفل ستودينت ذات ويقول له فيم يعني احمد ده طالب متعاون جدا لدرجة ان احنا او ان كلنا بنبنحبه يبينى ساتش جايب ا جايب صفة جايب اسم جايب زات جايب ا هنا ليه عشان كلمة هل بفل وبعد ايش بزي بصوت متحرر طيب رودي الساتش ان انتلجن تجير لذات رودي يعني بنت ذاكية جدا لدرجة انها بتطلع الاولى جاب ا هنا ليه عشان الصفة انتلجن تبدأ بصوت متحرك وجاب بعدها اسم وجاب زات بس هنا اسم مفرد ايه معدود طيب ممكن اجيب الصفة يجي ورح اسم جامع او اسم غير معدود يعني كمية بين ساتش وزات او ليه ساتش صفة اسم غير معدود واسم جامع زات it was such salty soup that nobody could drink it يعني الشرقة ديت مالحة جدا لدرجة انه محدش قادر يشربها خالص طيب لايه ما قلت such a salty soup انا قلنا او او ام بيجو بالاسم المفرد المعدود لكن هنا اسم كلمية في المنفعش أجيب قبله A والآن طبعا هنا المصر جايب salty موقع ديات جاي عشان صوب مش عشان salty تمام؟ طيب زي are such kind people that we all love them هم بيكونوا منصطيبين جدا لدرجة ان كلنا بنحبه طب such هنا جايب ما جايبش A kind ليه عشان بييبل باسم جمع هوا النط such A kind people دي خلط طبعا احنا قلنا اه و اه بتيجي لما يكون اسم مفرد معدود او ايه لما يكون اسم مفرد معدود او اسم كلمية نجيبها الـ advanced level اللي ايه ملاحظات المتفاقين حاول تركز فعه شوي يمكن ان تستخدم such قبل اسم بدون صفر يعني ايه he always makes the wrong choice he is such a fool يعني ايه يعني ده ايه يا له من احمق يعني حاول قلنا such a fool جاب such قبل اسم بدون صفر ما فياش مشكلة خالب يمكن ان تستخدم اسم فقط بين such و that غير صفة برضو the plan was such a success that all people supported يعني الخطة ديت يعني تعتبر ناجحة جدا بدرجة ان كل الناس ايه ايدوها ودعموها جاب هنا such a success فهنا جاب اسم يعني نجاع تمام طيب ممكن so اجيب بعدها صفة واجيب اهوان واجيب النون بتساوي such a howan وصفة واجيب النون برضو ازاي i have never met so gentle amane اهو so gentle amane يعني ما قبلتش ايه مثل هزا ايه الرجل ايه الليه الجنتل يعني الليه اللطيف i have never met such a gentle man نفس المعنى برضو انا ما قبلتش مثل هزا رجل لطيف قبل زالي طيب لاحظ بقى الصغة التالية such a howan وصفة واسمو ذات وجملة بتساوي such a howan وصفة واسمو as to المصدر نشوف it was such a whether ذات يعني الجو ده حر جدا لدرجة it means some people يخلي الناس تمرد طيب انا كاتب لي formal يعني اللغة الرسمية it was such a whether as to make يعني الجو ده حر جدا بدرجة انه بيخلي الناس تمرد وديت very formal يعني برضو بيسقنا في اللغة الرسمية او uncommon بس هي غير ايه غير شائعة يبقى لو جبت such واجبت وراء صفة واجبت اسم واجبت as بجيبت or mother جبت such واجبت صفة واسم واجبت ذات بجيب جملة ايه كاملة على طول نيجي برضو للملاحظات برضو متفاقون نكملها برضو اخر ملاحظة عندنا نهاردة في الليل ملاحظة متفاقين في كلمة so ذات وصادش ذات بتستخدم so وليس such قبل many much little few تبقى so many so much so little so few جاورهم ايه اسم مثلا I don't know why you have so many books انا مش عارف ان عندك ليلة الكتب كثيرة جدا دية طيب my wife has eaten so little food ديوقتي بتاكل طعام كل جدا and I have eaten so much وانا باكل اكتر منها بتستخدم ممكن اجيب بقى so much وليس so فقط قبل صفات المقاربة ازاي صلاح is so much faster that he always manages to reach the goal first يعني صلاح سريع جدا لدرجة انه هو بيوصل او بيوصل ان يصل للكراء ايه في الاول يبقى so much فاصل جابعة بلا ايه صياغ المقاربة نيجي بعد كتبعة enough و enough to enough يعني كافي او بدرجة كافية او بما يكفي وتستخدم بمعنى ايه يجابي خباك ونف تستخدم بمعنى ايجابي عشان اتكلم على to وتستخدم بمعنى ايه سلبي كلمة هارضة هنا زي مولنا من شوية صفة ولا حال هنا حال برافو عشان جاي بعد مين بعد war يبقى الحال بيصف الفعل وقت بعده يبقى هو ليس او لا يعمل بالقدر الكافي او لا يعمل بجد بالقدر الكافي تمام جاي بعد الحال I'll go to bed I have started enough انا اروح انام بقى انا ايه ذاكرت بالقدر الكافي هنا كلمة enough جاي بعد مين بعد الفعل يبقى نف تيجي بعد ثلاثة الصفة او الظرف او لايه او الفعل طيب ممكن اجيب enough قبل الاسم تمام وده الاسخدام التاني enough يقول لك enough يجي ورا اسم جامعة او اسم غير معدود I wish I earned enough money to live اتمنى ان يكون عندي او اكسب مال كافي عشان اعيش بيه تمام خباكوا بقى هنا enough money اتمنى ان اكون كسبت مال كافي عيش بيه enough هنا جاي بعدها اسم هنا money اسم غير معدود مش اسم جامعين لان كلمة مالي لا تحد طيب مثال التاني he hasn't read enough books اسمها read لان اصرف تالت he hasn't read enough books on that subject يعني هو لم يكره كتب كفاية في الموضوع ده دابل هنا ايه enough books enough جاي بعدها ايه اسم جامع يوعد تمام يعني اسم جامع او اسم غير معدود زي قلت من شوي نكمل بقى ممكن نستخدم enough of قبله فاكرين دول يا جماعة this with that with these with those my his her its your our their it us them you فاكرين هم اسمهم المحددات طيب المحددات دي اتخدناهم فين فاكرين درسة اتخدناها في ايه اخدناها في both every all each او اخدنا كمان مع كلمة have الحاجات دي كلها اتخدناهم في ايه في الدرس اللي فات لو انت ما شدتش الدرس اللي فات هتلاقي في الوصف في اسفل الفيديو او ممكن كنت ليه بيزرلك في الفيديو واحنا بنشرح دلوقتي طيب اه بيتيجي enough of بجيب off يعني لما يكون جايب بعد انف محددات he ate enough of it هنا جايب ضمير مفعولها مقصود enough of ذكاك يعني jagerl took enough of these apples قبل بعد enough هنا اسم شارة رذيسة هوا يبقى بجيب off بعد enough لما يكون ايه جايب بعدهم محددات ممكن عايز عصير ثاني يعني عدلو thanks I drank enough يعني انا شربت ايه كفاية يعني I drank it enough يعني جاي ايه في محل ايه ضمير ممكن اجيب حاجة اسمها enough to enough to بس بيجي وراء المصدر لم يقول مثلا ايه the money I have is enough to buy a good tablet يعني الفلوس اللي معايا بتكفي ان انا اشتري tablet كويس تمام يبقى enough to جاي وراء ايه بيجي وراء مصدر she has saved enough money to change her old car يعني ايه اتدهرت مال كفاية عشان ايه تغير عربية العديمة قابل هنا برضو ايه مصدر الفعل enough جايب لنقم اجيب for اجيب اسم المرادي ما اجيبش مصدر بس اجيبت ومصدر بعد كده the song is easy enough for a child to sing يعني الاغنية سهلة بالقدر الكافي للطفل ان هو يقدر يغنيها يبقى فور جت وراها نون our car wasn't big enough يعني عربيتنا مش كبيرة بالقدر الكافي to travel in ان احنا نسافر بيها مش كبيرة المين for us لنحن يبقى فور جي وراها ايه جي وراها اسم يبقى لو جبت enough to اجيب وراها مصدر مباشرة لو جبت enough for بجيب اسم وبعدك اجيب two والاي والمصدر نجيبها للملاحظات المتفاقين advanced level هنا بقول لي اذا كانت enough تصف اس صفة واسم فإنما كان enough يكون قبل الصفة ولا أسا بعدها ايه ده احنا نخدمنا شوية ان enough بتيجي بعد الصفة المراضي بيقول لي بتيجي قبل الصفة تمام هنشوف في الوقت المسال ونوضح the tank doesn't contain enough pure water يعني التانك لا يحتوي على مياه نقية كافية او مياه نقية على بعضها كافية كلمة enough هنا بتصف pure water وكاين عايزوا لك ان pure water كلها في محل اسم اذا enough بيجي وراها اسم تمام enough اسم انا وصفت الاسم على طولها طعب لما اقول the tank doesn't contain pure enough water المراضي ايه ان التانك اللي يحتوي على مياه نقية بالقدر الكافي يبقى enough هنا جاء عشان مين عشان كلمة pure و enough جاءت بعد الصفة زي ما قلنا في الاول يبقى لولانية pure water في محل اسم عشان كده جاءت بعد enough لكن التانية pure جاءت قبل enough و enough بتيجي بعد ايه بعد الصفة ننتقل بقى لتو طيب طول اول اللي وحدها كده t double o معنى جدا او ايضا تستخدم طبعا بتيجي قبل الصفة او قبل الزرف مباشرة وبتعطي معنى سلبي غالبا معنى سلبي احنا هنا نفط ده معنى ايجابي هنا معنى سلبي طو بيجي وراء صفة او ظرف بيساوي طبعا more than enough يعني اكثر من القدر الكافي this juice is too sweet I can't drink it يعني العصر ده حلو جدا 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 من درجة انها مش قادر اشربه يبين اكثر من اللازم اه but too sweet جاور اصفه sweet صفة بتصف العصير he walks too quickly هو بيمشي بسرعة maybe he is very late احتمال يكون متاخر يبين ابي يمشي بسرعة اكثر من المعتاد او اكثر من القدر الكافي but too quickly جاهي نحال او ظرف بيوصف كلمة i walks ازا ما قولنا فاول الفيديو استخدم too بمعنى ايضا غالبا في الاثبات I will have fish انا هتناول سمك me too يعني ايه وانا ايضا بينك ايضا عمر he tied the living room too هو برضو ايه عمل برضو ايه حجرة المعيشة ايضا تمام رتبها برضو هناك فرق بين كل من ايه too وvery بتستخدم very لتقويت معنى الصفة او الظرف يعني ايه the garden looks very beautiful in spring يعني الحديقة تبدو جميلة جدا في فصل الربيع منفعش اقول too beautiful ليه لان beautiful صفة ايجابية ولا يمكن وصف الجمال بانه اكتر من اللازم اقول يعني يعني الحديقة داية شكلها جميل جدا جدا اكتر من اللازم يقوحش منفعش طبعا نقول كلامنا تستخدم too قبل الصفة والظرف بمعنى اكتر مما ينبغي بمعنى more than necessary لما اقول عمر speaks too lowly يعني عمر يتكلم بصوت عالي اكتر من ضروري نجي بقى to زائد لتو بقى كده بقى كده بقى كده بقى كده بقى صفة او ظرف واجب to to صفة او ظرف واجب طول مصدر that house is too expensive to buy المنزل دا جالي جدا لدرجة ان احنا مش هنشتري يبقى جدا لدرجة الا نصدق ان احنا نشتري يبقى too expensive to buy جب طول مصدرها طيب طو صفة او حال يعني بل ايه she was too late to catch اه هي متأخرة جدا ان هي هتقدر توصل اليه او طيب حالي to be نحن بقى لكم too late لدينا صفة او لحال انسان ما ناس بقول لحال bravo لان احنا قلنا لدينا صفة او تنفع حال قلنا كلام دفول الفيديو لدينا في صفات وحوال نفس كلمة late late hard hard fast fast right right wrong wrong the early and early وننفله برضو يا جماعة to صفة او ظرف واجب بعدها for زي الفكرة بتاعت to بتاعت enough واجب ضمر مفعول تمام كده واجب فاعل لنشوف مثلا او نجيب اسمي يعني شانس ما ضمر مفعول يعني that house is too expensive for me to buy المنزل ده غالي جدا بدرجة الله الصلاة انه الشريب بالنسبة لنا فجاب هنا كلمة ايه me واجاب ايه وجابت for يبقى for جاي بعدها ايه ضمر مفعول هنا وجبته صفة my shirt was too small for علي to wear الامنزل بتاعي صغير جدا على علي او بالنسبة لمن اللي علي for علي to wear ان هو قدر يلبسه فمش قدر ايه يرتدي نجيب بقى advanced level للمتفاقين طبعا بتاخدم too much قبل اسم وليس قبل الصفة this is too hot يعني الشيه ده ايه ساخن جدا جدا اقصر ملازم نفعش اقول too much hot طيب basim likes too much sugar هنا قلته too much ليه لان هنا بقول لي انه ممكن اجيب too much قبل اسم اللي هو ماتش ها كلمة sugar هنا اسمه لكن ما جبهاش قبل الصفة ليه كلمة ايه ليه كلمة toot يعني ما قلش too much hot لانه ماتش مجيش قبل الصفة بتيجي قبل مين الاسم too sugar طيب too much sugar هنا لاحظ بقى too much بتيجي قبل ايه الصفة او زائد ايه وراها الاسم يقولك don't eat too much salty food او انا جبت هنا ماتش قبل الصفة بس مش عشان كده عشان salty food قلتلكم من شوية الفكرة بتاعي تنفر نفس الفكرة ان salty food بتحل محل الاسم كله كينها في محل اسم وماتش بيجي قبل الاسم يبقى too much salty food طيب too much او much too عكستها بقى much too زائد الصفة don't eat food which is much too salty لا تاكل الطعام الذي يعتبر ايه much too salty قبل ايه much too مش too much احنا هنا too much بيجور الصفة وبعد كده الاسم لكن لو عكستها much too بيجور الصفة بس يبقى too much وهنا much too المراد ما قال much too قال ايه much too salty بتوصف مين توصف الفود هنا تمام لا تستخدم too قبل الصفة يتبعها اسم ازاي don't drink too much soft drinks يعني ما تشربش مشروبات غازية اص اكثر من الايه من اللازم يبقى too much soft drinks وهنا بعد too صفة يتبعها ايه اسم زي ملتم من شوية soft drinks في محل اسم عشان كده متش بيجور اسم طيب too وصفة وآ 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 واسم مفرد I can't pay too high a price for a tablet يعني انا مش قادر ادفع السعر العالي او ده بالنسبة ليه للتابلت ليه انه عالي عالية جدا يبقى too high a price طبعا دي ملاحظات لانت تفوقين لانت طبعا هتجد فيها صغوبة في الفهم شوية يعني حاول تفهمها على قد ما تقدر هي من بكيش كتير يعني بس برضو نعرفها عشان برضو يبقى احنا ايه خدنا كل حاجة خاصة بالقعد وبكده وصلنا لاخر حالتنا النهاردة طبعا لو عجب الفيديو تعمل لنا لايك وطبعا لو عندك اي استفسار او اي سؤال في اللي احنا قولنا النهاردة او اي حاجة قبل كده تكتبها في كومنت اسفل الفيديو وطبعا ان شاء الله هنردو عليه على طول طبعا ولو مشتركش في القناة تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديو الجديد ان شاء الله وما تنساش تعمل شير لكل اصحابك عشان يستفيدهم كان معكم احمد العبد من دروس تعليمي اونلاين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته